السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين أربعة كانون الأول ديسمبر طبعا اليوم عنا القمر رح ينتقل الأسد للعذرة يعني في عنا خلوم مسار وأيضا عنا انتقال الزهرة اللي رح تنتقل برضو من الميزان للعقرب القمر الآن طبعا موجود في برج الأسد رح يظل لغاية الساعة 53 دقيقة من صباح اليوم الاثنين موجود في الأسد بعدها بده ينتقل لبرج العذرة ورح يظل موجود في برج العذرة لغاية الساعة 34 دقيقة بعد العصر عصر يوم الأربعة لا ينتقل بعدها القمر للميزان القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 31 دقيقة من ظهر يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العوا وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر الآن بالأسد معناة الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات ومشاركة العاطف مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات أو نصائح بشكل صحيح وتعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا ويمكننا أيضا أن نقترض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة أو نكون جريئين ونرتدي الملابس الأنيقة ونهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها قبل خلو المسار وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي ذروتها الساعة 2-11 دقيقة معني صباحا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطفة تجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا الساعة 2-11 دقيقة صباحا صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلص بنتقل لبرج العذراء فعشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها بنجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة مثل تدخين مخدرات كحوليات أشياء من هذا القبيل وبوسع نقتنع حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد الساعة ستة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتتشكل عنا زاوية جديدة وهي زاوية التقاوب السلبية بين القمر وبين زحل من واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا أن نبذ الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ لبيف تقر البعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميلين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون الساعة 10 و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة 5 و 32 دقيقة بعد العصر بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة من أحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا اللي هي مرحلة انتقال الزهرة الزهرة اللي راح تنتقل من الميزان لبرج العقرب بساعة 56 دقيقة مساء ورح يظل في حركة أمامية في برج العقرب لغاية يوم الجمعة 29.12 الساعة 8 و23 دقيقة مساء طبعا بيسيطر تغيير إيجابي على مظهر موليد برج العقرب بشكل كبير وبيشعروا بقوة العاطف وانجذاب أفراد الجنس الآخر لإلهم بيستفيد معهم كذلك موليد الأبراج المائية اللي هم السرطان والحوت والترابي اللي هم الثور والعدراء والجدي وكذلك كل شخص لما انولد كانت الزهرة موجودة عنده بالعقرب طبعا الحلقة المفصلة اللي فيها الشرح الكامل هذا الانتقال صارت موجودة على القناة تحت اسم أخبار فلكية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 6 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم طبعا من اللي هي من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر والجانبان أما من ساعات الصباح وطيلة النهار عندنا البنكرياس إلى معاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية في فترة خلو المسار ما مننصح بالعمليات الجراحية العضاء اللي ذكرناها طبعا ما مننصح بالعمليات الجراحية الكبرى لإلها ولكن إذا كانت اضطراريا ما في أي مشكلة باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العذراء فخلو المسار القادم بيكون الساعة 41 دقيقة بعد ظهر يوم الأربعاء وبيستمر حتى تمام ساعة 34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر 21 يوم في تمام الساعة 9 ودقيقتين مساء بصير 22 يوم نسبة الإضاءة 53% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات الظهر منتحسة بنسبة 50% القمر في الأسد وبدو ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء ليوم 6-12 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات العصر سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 13-12 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الفجر سعيد بنسبة 70% الزهرة في الميزان وبدها تنتقل للعقرب ورح يظل في العقرب ليوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الحود حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بالظل العاطفي قوية قدرتكم على التواصل مع الأحبة أو الاهتمام بالأبناء أو الترفيه أو الأمور الجمالية والحضو الدعم لألكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد القمر بصير في البيت السادس الليله علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بتكوين تنتبهوا طيلة النهار لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بدكوا تتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات الصباح ممكن تهتموا ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو يصير حدث طارئ ولكن من ساعات الصباح وما بعد ونبتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات يوم جيد لممارسة هواية أو تجميل أو التقارب مع الأحبة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بيظل في نشاط بالحركة والاتصالات والحوارات والنقاشات لغاية ساعات الصباح ولكن اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بدي يركز وما يعتمد على الحضوض أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو تهتم بمسائل تتعلق بالبيت أو العقار أو الشؤون الداخلية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بيبظل في فرصة لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطه في مسائل العلاقة بالسفر القصير الاتصالات المقابلات الحوارات والنقاشات والامتحانات ولكن بدك تكونوا أكثر وعياً على الطرقات وأثناء الحوار مع الأحبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً أنتوا عندكم طاقة عالية جداً مشعونون بالنشاط والحيوية أو بتقدروا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أهم شيء أنكم تبادروا بأي عمل جديد وخصوصاً في فترة خلو المسار أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم في فرص لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو ترتيب دفعات وفواتير ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح واللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة بيزول كل ما اقتربنا لساعات الصباح أكثر من ساعات الصباح وما بعد بتمتلقوا بعد ذلك نشاط وحيوية تقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحة طاقة عالية وفرص كبيرة وممكن اليوم تتلقى جواب لأمر كنت بتنتظره برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً القمر بدأ يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بظل فيه نوع من أنواع النشاط الاجتماعي أو ممكن تلتقوا لأصدقاء أو يصير تواصل ولكن ممكن تذايق من تصرف أحد المعارف أما من ساعات الصباح فالقمر بوصل لبيت المتاعب بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد لا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أنكم ما تتهربوا من المسؤوليات وبرضوا ما تخلفوا القوانين من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فبتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة اليوم النشاط الإجتماعي هو اللي رح يطغى على الساحة وعلاقاتكم هي اللي رح تساعدكم في كثير من الفرص الممتازة اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل في نشاط بالاتصالات والحوارات والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو حتى المسائل العاطفية أما من ساعات الصباح وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم اللي اجتماعية ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شنكو تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بدكوا تتفحصوا حساباتكم المالية وتحذروا من أي خطوة مالية جديدة ما في داعي للمغامرات المالية بظل في نوع من أنواع ترتيب الفوتير أو الدفعات أو الالتزامات في وضع مالي معين بالنسبة لإلك مؤرق أما من ساعات الصباح وما بعد تنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ولكن بدكوا تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة أهم شيء أنه ما تلتزموا اتجاه الطرف الآخر لأن القمر ما زال موجود مقابلكم فطاقتكم ما زالت ضعيفة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برضو يعني الأجواب تفتح بعض المكاسب اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو ميراث برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل تنتبهوا لصحتكم حاولوا ما تخلوا الأعمال تتراكم لأنه في منكم أشخاص رح يعملوا لوقت إضافي اليوم وبرضو ما في داعي للتسرع أما من ساعات الصباح وما بعد ونبترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر بصير مقابلكم تماما والمقصود بالشراكات شراكات مالية أو عاطفية ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر